أصبح النفط في اليمن اسماً مقروناً بالفساد في أعلى مستوياته ينفذ مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط في عدن وقفات احتجاجية بدأها بوقفة أمام قصر معاشيق بكريتر لتنتهي بإيقاف جميع قاطرات نقل الوقود من مصاف عدن تطالب نقابة الشركة في عدن بحل أزمة الوقود النفطية وتوفيرها في السوق بالسعر الرسمي ومنع احتكار توزيع المشتقات عن طريق التاجر أحمد صالح العيسي وشركة مصاف عدن ليست المرة الأولى التي يرتفع فيها اسم تاجر النفط أحمد صالح العيسي المقرب من دائرة الرئيس هادي والذي كما يقال أصبح هو المتحكم الوحيد بسوق النفط في مربعات الشرعية اتهامات لحكومة بن دغر وشركة مصاف عدن بأنها مكنت أحمد العيسي من الانفراد باستيراد الوقود ومناقصات وقود الكهرباء والسوق المحلية بحسب هذه الوثقة التي تفرض شروطاً تعجزية في استيراد الوقود خلال أيام قليلة لا يستطيع الوفاء بها إلا من وفر الوقود قبل إعلان المناقصة وثيقة أخرى صادرة عن شركة النفط اليمنية تتهم التاجر العيسي بأنه المتسبب بالأزمة النفطية في عدن وذلك لرفضه ضخ الوقود رغم تحرير شيك بمبلغ خمسة مليارات ريال وهو مبلغ بحسب الوثيقة يفوق ما يستحقه العيسي غير أن هذا غيظ من فيض فساد اللوبي النفطي الذي فرض أجندته بقوة سلطة واستثمر ظروف الحرب وغياب الأجهزة الرقابية لضرب ضربته بمباركة سلطة هادي فما تورده هذه الوثيقة السرية التي تضمنت اتثاقية الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الحكومية مع الشركة الدولية للتجارة العامة المملوكة لتاجر النفط أحمد العيسي والتي احتكر فيها الاستثمار في القطاعات النفطية المجاورة للقطاع خمسة وأربعة منها بحسب الوثيقة والقطاع الس واحد والقطاع ستة والقطاع خمسة وسبعين ليس هذا فحسب بل ان الاتفاقية منحت العيسي سكى الاستثمار في كل القطاعات التي يثبت فيها وجود النفط الخام والغاز بكميات تجارية كما منحت الاتفاقية للعيسي حق الاستثمار في بناء انبوب لتصدير النفط في القطاعات خمسة وقطاع اس واحد وقطاع اس اثنين عبر قطاع اربعة وكذلك حق استثمار الخدمات النفطية في الحقول والحفر والتصفية وتطوير وإعادة وتأهيل عدد من الشركات وآخيرا الاستثمار في مجال صناعة الاسمنت واستخراج المعادن والفحم الحجري أحمد العيسي الذي عين مؤخرا نائبا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون الاقتصادية ويعد مقربا من الرئيس هادي الأمر الذي يراه الكثيرون تجسيدا حيا لتزوج المال والسلطة يبدو طريق اليمنيين مليئا بالعترات غير أن المحزنة في الأمر أن جزءا من مشاكل المواطنين هي من حكومة الشرعية ذاتها